عقب ورشة العمل التي عقدت في المجلس البلدي أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق العضو عبدالسلام الرندي عن الاتفاق على تحويل جزء من محمية النخيل الواقع قرب موقع مدينة جنوب سعد العبدالله إلى حديقة أو منتزه يخدم أهالي المنطقة وأضف رندي أن إزالة منتزه النخيل ستؤدي إلى زيادة عدد القصائم السكنية في المشروع بمقدار أربعمائة وحدة سكنية خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم في المجلس البلدي تم التأكيد على وجود عدد من العوائق في موقع مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله وقد تم إزالة الجزء الأكبر من تلك المعوقات والبقية منها ثلاثة هي مزارع الدواج والمعادن وموقع الإطارات المستعملة وناقشت ورشة العمل موضوع أشجار النخيل في الموقع حيث أن مساحتها تعادل أربعمائة وحدة سكنية اليوم كل الجهات تكلمت عن دورها وما قامت بها من خلال أوراق وبعض الأمور التي تم عرضها في الجلسة وتبين لنا أن الأمور تسير على قدم وساق وإن شاء الله الأخبار مبشرة خلال الأيام القادمة سيسمعونها إن شاء الله أهالي جنوب سعد العبدالله بالنسبة للمعوقات السكراب ما تم طرح هذا الموضوع ولكن حطرحنا موضوع المعادن وموضوع الدواجن بالإضافة إلى المعوق الذي هو الثالث الإطارات في عدة من الاختراحات من جهات معنية بموضوع النخيل أن تكون حديقة فهذه تأخذ مساحة كبيرة من عدد الوحدات السكنية تأخذ تقريباً إذا تقريباً يمكننا 400 منزل فأحنا مو راضين بالأمر هذا بالأولى هو المواطن المواطن أولى من أن تكون حديقة أو هذا السكن الإخوان مفروض فيه بالأمس كانت فيه إزالة تقريباً قبل شهر واحد تقريباً بإزالة المعادن من قبل البلدية بالأمس حنا شفنا البلدية بيزالة ومشكورة عليه واليوم كنا نتكلمنا بالورشة نفسها قلنا على الموضوع المخلفات لإزالة البلدية للأسف جاءت بالراد قالت أن لا تكفي المعدات تكامل الجهات الحكومية في تقدير المدى الأقصى للتخلص من العوائق في هذه المنطقة هو في شهر ثمانية والعائق الرئيسي كان في الإطارات الموجودة في الحياة تكلفت الهيئة العملية للقيام بدور نقل الإطارات والتخلص منها وإن شاء الله مستمرين بدعم الشركات المؤهلة بالتخلص من الإطارات في موعد أقصى شهر ثمانية كذلك الإخوان في هيئة الزراعة قاموا بما يلزم للانتهاء من المعضلة المخصصة في مزرعة الدواج الموجودة في المنطقة وإن شاء الله تنتهي جميع أواق هذه المزرعة في شهر شتة موضوع الإطارات أخذ أكثر من 20 إلى 30 سنة للتكدس في هذه المنطقة تم نقل اختصاص الهيئة العملية في سنتين الماضيتين الهيئة قامت ما يلزم لتجهيز الأمور الإدارية والقانونية للتخلص من هذه الإطارات أهلنا شركات الشركات بحمد الله وضعت مبالغ لضمان الجدية ونحن نؤكد اليوم على الجدول الموجودة عندنا بالهيئة العملية بالتخلص من الإطارات في شهر ثمانية بإذن الله وأكد الأعضاء على الوصول لحل بشأن أشجار النخيل حيث سيتم تحويل جزء من المساحة إلى حديقة تخدم أهالي المنطقة لقناة ATV العدالة خالد الفارس